صباح الخير مشاهدين الكرام صباح الخير لكافة الزملاء والزميلات في استيديوهاتنا في رمالة صباح جديد بابداع جديد لسيدة غزية أبدعت في تصنيع الشوكولاتة بأنواعها بأن تكون خالية من المواد الحافظة أو أزيوت المصنعة استغلت فترة الحجر المنزلي بانطلاق صفحتها عبر التواصل الاجتماعي بصفحة سويت لوف كمتجر النسوي بإظهار هذه الشوكولاتة واستقبال الطلبات أكثر عن تجربتها في تصنيع الشوكولاتة معنا ضيفتي وإحنا اليوم في استضافتها في منزلها الأستاذة جيهان سعد أهلا وسهلا فيك ساعة صباح سعد صباحك أهلا وسهلا فيك وشرفتوني كل التحية كل التحية إليك أستاذة جيهان أستاذ جيهان يعني شفنا قديش أنت مبدعة وتميزتي في تقديم الشوكولاتة بالتزيين خلينا في البداية نحكي عن تجربتك في تصنيع الشوكولاتة بشكل عام يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك وكما مرة وصباح الخير وصباح فلسطيني صباح فلسطيني والله يساعدك الحمد لله أنا بديت مشروعي استغلت فتة الحجر المنزلي ونميت الموهبة اللي أنا بحبها برضو عندي هي موهبة يعني موهبة في الطهي بصفة عامة في الحلويات بس أنا توجهت لحاجة معينة تخصصت فيها أنها تكون مميزة وتطلع كل إبداعات اللي أنا يعني بحبها يعني أنا شاركت في حاجاتي كتير بس المرة هاي أنا حبيت أن يكون مشروعي أشي مميز ومختلف والأول من النوع يكون أستاذ الجهان يعني جميل أنه كانت الهواية منذ صغر مثل ما أنت قلت في إقبال لإلك في الشوكولاتة في تقديم الحلويات لو بدنا نحكي عن الفكرة وأنك تروجي لإلها عبر صفحة التواصل الاجتماعي وطريقة كمان أن تصويرك لكل نوع في الشوكولاتة هي الفكرة والبداية كانت وأنا في الطبيعي بحب يعني عندي هواية الحلويات الحاجات كمان مش الطبخ الاعتيادي أو الحلويات الحاجات المميزة والغريبة يعني لما أشوف حاجة غريبة بحبي أطبقها وأحط لمساتي عليها فأنا لما أشوف التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أعطتنا أفاق كبيرة صار العالم كله قرية واحدة فبتشوف في إبداعات بره وهنا فالواحد حب يطور من نفسه بالإمكانيات الموجودة عندنا المتوفرة في هذا الجانب أستاذ الجهان بما أنها من صموع يدوي وقلت حطيت فيها لمسات جديدة مختلفة عن السابقين شو هاي اللمسات الجديدة لحبيتي أنه أنت تكوني نكاخصة في شوكولاتة اللي بتأدماجها أول حاجة إحنا اعتمدنا في منتجاتنا أول حاجة على الجودة العالية أنه يكون المنتجات يعني قدر الإمكان صحية نبعد عن الحاجات المواد الحافظة الزيوت المهدرجة الموجود عندنا يعني صحي بس أنه في أصح من هيك هذا حسب الطلب لا مرضى السكري لا الرجيم لا الكيتو هذا على الطلب بس يعتبر بعض المصنفات اللي عندنا لها تحتوي على الككاو الخام على زبدة الككاو الطبيعية كل ما كان الواحد وعننا وعي الشاب الحمد لله والناس صارت دورة على الحاجات الصحية اللي خالية من المواد الحافظة فلمساتك تميزك في صنع حاجات أنت عارفة إيش اللي بتوكلية يعني بتحطي فيه الأكل بتحطي لمسات معينة التزيين برضو درجة التزيين بتجذب الزمون يعني إحنا شايفين أنه التزيين كتير مرتب ومميز الأستاذ الجهان شايفين أنه أكتر من نوع عنا من الشوكولاتة هل أنه كل نوع بيعطي طعب مختلفة عن الآخر قال أنه في إضافات أخرى شايفين أنه هان في إضافة مكسرات النوع الآخر فعلا على الأكيد أنت أي حاجة ممكن جيبي صنف واحد وتشكلي فهو بعطيكي ميكس من أطعام من أنواع عندك النوع الأول هنا شوكولات بومبون بحشوات مميزة مختلفة كل طعم بخلف عن الثاني عندنا المكس المكسرات شوكولات ميلك شوكولات ميلك هذه عامل مكس مع المكسرات مع الفواكه المجففة عندنا هنا أعواد البيرتزيل عبارة عن مسليات أو مقرمشات تعتبر مع الشوكولاتة يعني أنت بتشكليها ممكن يعني تشكيلة واسعة صحيح طب أستاذ الجيهان بنسبة للعداد نعرف أنه كثير من الأطفال بيرغب الشوكولاتة لدرجة أنه ممكن يعتبروها كوجبة أنه يكلوها دائماً كيف بدنا نرغبهم نفس الوقت أنه تكون الشوكولاتة صحية لإلهم؟ هو بصفة عامة أي حاجة شوكولاتة أو غيره لازم فيه حاجات محددة لكل إنسان بس الواحد يدور لأولاد والأطفال الحاجة الصحية طب أستاذ الجيهان نرجع لتجربتك في المتشر النسوي بديتي فيه روشتي لإلوب صفحة سويت لوف لقيت أنه فيه إقبال من الناس فيه تشجيع من الأسراء الأصدقاء فيه لحتى الآن تستقبلي طلبات ولا كيف؟ الحمد لله أول إشي الفضل لرب العالمين ثم لأسرتي زوجي وأولادي وأهلي جميعاً يعني كلهم وكل حدا إلو فضل علي بكلمة بحرف بمعلومة شفات بره وجوه غزة يعني الحمد لله ما حدا بيخل علينا التعامل مع التجار الإشي الحمد لله برضو بدعمه بس المشكلتنا احنا شوية الحصار والوضع يعني ما في يعني ممكن توفر لك إمكانيات وممكن أجل الوقت تصير تسكير وإنك ما تقدر تكمل مشروعك بس الحمد لله يمكن جائحة الكورونا ربا ضارة نافعة يعني كانت خلتني أني أجدتني أبدا مشروعي مظبوط لأنه كل العالم صار هلجت أونلاين شغله فشغل الأونلاين هذا وقته كان يعني في الفترة الكورونا والحمد لله يعني التواصل الاجتماعي الناس يعني أغلب وقتهم هلقيت قاعدين على النت فهذا ساعد كتير في انتشار الصفحة وبقوعي الناس برضو أستاذ جيهان الواقع الموجود هو اللي خلاكي أنه تلجأي بدافع أنك تتروجي مشروعك في ظل كورونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي ممكن هاي البداية بس ممكن أنه حابة تطوري من مشروعك أكبر يكون لقدام في محل إشي فيه طموح كبير أستاذ جيهان بعد هيك هي الإشي بدها كهواية ويعني أنا متوقعتش أني أصل له هيك بس أنا أطموحي كبير الحمد لله يعني أني إحنا مش أقل من غيرنا من الدول التانية سواء عرب أو أجانب فلازم يكون عندنا عندنا ما شاء الله تقاطوا إبداعات في البلد هائلة بس يعني بدها اللي يستثمرها حتى لو مش من ناحية الدخل مادي ناحية أنه إحنا عندنا تميز عندنا حاجات فلازم نظرها ونوصل فيها يعني نكون يعني يعني نافس بره نافس حتى في مسابقات في إشي لازم نكون إلنا اسمنا وحالنا فيه إن شاء الله أكيد هذا الإشي فخر لفلسطين أنه تمسلي خارج البلد يكون بهالنوع من أنواع الشوكولاتة المميزة وبصمع يدوي أكيد إشي هذا مهم احنا شوفنا هاي الأنواع صدر الجيهان كل قطعة صنعت بحب آه فيه أنواع تانية ولا قدام فيه أنواع فيه أنواع ما ملحقناش نجاهزها فلهيك بس يعني على الصفحة كله كله موجود فيه الأنواع هاي أساسية فيه حاجات على الطلب بإسمك حروف إسمك مناسبات توزيعات كله متوفر عنا جميل هاي الأنواع أنه إحنا نشوفها يعني بالصمع اليدوي المميز إنك وفأت كبان ما بين بيتك أسرتك وأطفالك وصنعتي مثل ما قلت صنعتيها بحب احنا شوفنا بس ما دوقنا وكمان الصنف المميز مثل مقالة الأستاذة جيهان أكيد إحنا بما إنها بشغل يدوي وأكيد إنه معروف الشغل اليدوي قداش بيأخذ جهد ووقت ولكن إنه بكون بفائدة أكتر إنك بتعرفي شو المواد المحطوطة في هاي الشوكولاتة طبعا إحنا حنوكلها ونتدوقها أكتر أستاذة جيهان بس غلا إنه بعد اللقاء كتير إحنا كان حديثنا شيق معك أستاذة جيهان ساعد ومنتمنى لك التوفيق إن شاء الله يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بيكبر في يوم من الأيام هذا المشروع لهن كن وصلنا الاختامة دي الفقرة بالعودة الأستديوهاتنا في رام الله واستكمال بشوار فلسطين هذا الصباح ويسعد صباحكم